في 2022 ثلاثة ديارة رجال تنوبوا على اقتصاب بنت اللي فعمرها 11 عام أمورة هاد الاختصاب اللي بنت حملات أولاد أمه على 12 عام وبنسبة للرجال اللي اختصبوها جوج منهم شدوا 18 شهر ديال الحبس والثالث شد عامين عقوبة اللي كانت متسهلة بزاف وتارد دجة كبيرة ومؤخراً المجلس الأعلى للسلطة القضائية اللي قدرت تعتبر هو ديال القودات في المغرب فرض عقوبة تأديبية على ثلاثة ديال القودات اللي كانوا اعطوها كل حكم اللي ماشي تلتم هاد القارار اللي فرحوا به بزاف ديال الناس ومنظمة نسوية كي طرحوا هاد السؤال اللي هو مهم بزاف واش الأمور غادي تبدل من هنا القدام زعمائي لشي مختصة بدرشي جريمة باشعة بحل هدي اللي طرات غادي تعاقب كما خاسوا يتعاقب واش الضحايا غادي ياخدوا حقهم القانون أجيو معي المحمية غزلان ماموني هي اللي غادي تجاوبنا على هاد الأسئلة سلام جاتو جابت اسمي تغيزلان ماموني أنا محامية ورئيسة جمعيات كيف ماما كيف بابا أنا الصورة ديال هادك الطفلة نهار الجلسة ديال استيناف كتر تاجف قدام هادوك اللي اختاصبوها ميتة من الداخل معمرها ما غا تخطاني سننذكروا بأن هادوك القوضات اللي حكموا في المحكامة البتدائية كانوا حكموا على هاد المختصبين بعامين في الوقت اللي القانون كان كيسمح ليهم باش يحكموا بعشر سنين حتى الثلاثين عام ديال الحبس وباش يخفوا على هاد المختصبين استعملوا واحد الوسيلة قانونية اللي هي ضروف تخفيف اللي كيسمح ليهم القانون باش ينطقوها وهنا وقع واحد الخالة القانوني واسي سامبو تيكنيكو ولكن شنو وقع في النسخة العربية ديال القانون الجنائي ممكن تحددش احتالين القادية قدار ينزل في العقوبات في الوقت اللي النسخة الفرنسية اللي تهيئة رسمية حلب حل عربية كتقول لنا بأن في هاد الاحوال ممكنش على القادية ينزل قل من خمس سنين ديال الحبس وفي هاد القادية هي منين المجلس الاعلى للسلطة القادائية شدت في هاد القوضات اليوم انقدروا نقولوا بأن را النسخة الفرنسية ديال القانون الجنائي را رسمية وجاري بها العمال وبأن را ما غيبقى حتى شي قادي انطق بعقوبات قل من خمس سنين في المستقبل على فحالات اغتصاب أطفال ولكن هاد القرار و هاد العقوبات ديال المجلس الاعلى للسلطة القادائية غير كافي علاش؟ أولا خسجاء القوضات الي نطقوا بعقوبات قل من خمس سنين خسجم كلهم يتعاقبوا ماشي غير هاد الحاجة التانية هو أنه خمس سنين را غير كافية مفهوم ديال نطق ظروف تخفيفية الفائدة واحد ببيدو كريمينال في حداتها غير مقبولة القانون الجنائي ديالنا بقي غامض على مفهوم الاختصاب واشنو اللي كيميزو من هاتك العرض إذن خس يكون عندنا تعريفات بأكتر دقة وآخرا خصنا واحد المنظمة القانونية اللي غا تكون خاصة ببيدو كريمينال تحت هي جرائم خاصة كنتظروا بفارخ الصبر القانون الجنائي الجديد اللي إعلن إليه سأبلطفه بوزير العدل وكنتمنوا بأنه غيجي إعالج لنا الإشكالية بحالهادي وكذلك إعالج قضايا ديال الحريات الفرضية ومن ضمنها الإيقاف الإرادي للحمل خصنا نعرفه بأن الإيقاف الإرادي للحمل في المغرب بقي كيتعاقب إليه بالسجن وخاف حالة اغتصاب أو زينة المحارم إذن إلا طبقنا هاتشي لحالة ديال طفلة ديالتيفلت كنت مشات دارت إجهاد أو إيقاف إرادي للحمل اللي كان نتيج إلى اغتصاب كنت هي مشات للحبس وشو السخافة